سأل خير أهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة وإحنا على بعد ساعات قليلة جدا من استقبال الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم كل سنة يا رب وإنتوا دايما في أتم صحة وفي أفضل حال ودايما يا رب مصر المصريين بخير ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال واخد بالك أنت من صالح الأعمال دي يعني واحد من الشهور الحقيقة اللي الواحد بيستنها من سنة للسنة وإن كنت أتمنى أن الحالة تدوم يعني طبعا فرصة التقرب من ربنا سبحانه وتعالى فرصة أنك أنت تعمل الخير فرصة أنك أنت تحاول أنك أنت تحاسب نفسك وتفكر وتتدبر في أمورك وتحاول أنك أنت تجاهد النفس دي كلها حاجات مش مقتصرة على شهر رمضان يمكن الحالة الروحانية اللي بتبقى أو بنعدي بيها اللمة الحالة كلها على بعضها يمكن بتبقى الظروف مهائة أكتر في رمضان لكن نتمنى نتمنى أنها تكون طول السنة وليلة الحقيقة على كل أحوال أهلا بيكم في حلقة النهاردة من السادسة وعندنا طبعا كلام كتير عن الكرة العالمية زي ما تعودتم يوم الأربعة لكن النهاردة فيه جزء أساسي من الحلقة هنتكلم فيه على منتخبة مصر وأنا يمكن تابعنا اليومين اللي فاتوا دول أخبار المنتخبين سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي عندهم مباراتين في غاية الأهمية نمر واحد طبعا ظهور أول منتخب أولمبي فيرجن أو نسخة روجيرو ميكالي أول ظهور المدرب أو الموديل الفني البرازيلي الجديد بيقود منتخب مصر الأولمبي في مهمة صعبة ولكنها مش مستحيلة وأعتقد أن المباراة الأولى مع زنبيا هنا في القاهرة تديني أريحية إن شاء الله بإذن الله وفرصة أن نعمل إسكور يريحنا قبل مباراة العودة إن شاء الله اللي هتتلعب في زنبيا يوم 26 النسخة الأولى بنسبة لمنتخب الأول هي نسخة روي فيتوريا اللي بيظهر أو ظهور أول لمنتخب مصر الحقيقة مع روي فيتوريا الكثير من الناس خبراء محللين مسؤولين جماهير بتعلق على فيتوريا أمال كبيرة جدا وخصوصا أنه يعني المشوار سواء كان معا مش عايزة أرجع طبعا للماضي لكن في النهاية كان مديرين فنيين أجانب كان مديرين فنيين مصريين بصرف النظر على أسماء كات التجارب مش مرضية لتموحات الجماهير فنتمنى إن شاء الله أن نسخة فيتوريا تقول للمصريين أن المنتخب جاي وخصوصا أن الظروف المنتخب الأول أصعب من المنتخب الأوليمبي آه المنتخب الأوليمبي عنده مباراة فاصلة أو مباراة من جولتين هتحدد مشاركته في أمم إفريقيا اللي بنتمنى طبعا أن نحن وصلها لكن ده مش الهدف الأساسي ده ليه بتروح أمم إفريقيا عشان تتآهل لأوليمبياد باريس لكن قصة المنتخب الأول قصة صغيرة ومباراة ملاوي إن شاء الله يوم الجمعة هتبقى مباراة في منتهى الأهمين ليه؟ بقول الكلام ده لأنه موقفنا في المجموعة مش أحسن حاجة صحيح هي مجموعة سهلة مجموعة المفترض يعني طبيعي أنها في المتناول بحكم الفارق الكبيرة الموجودة بين منتخب مصر بتاريخه وعظمته أمجاده وبطولاته وأسماءه وبين منتخبات غينيا وملاوي وإثيوبيا مع كامل الاحترام ليهم لكن على أرض الواقع لا قصة غير على أرض الواقع أنت خسرت من إثيوبيا وكسبت غينيا بشق الأنفس فين في القاهرة عشان كده بقولك ماتش ملاوي ده مهم جدا مهم جدا أنك أنت تاخد تلات نقاط عشان أنت بعد كده عندك مجهتين خارج الأرض وواحدة هتكون مع غينيا وغينيا منتخب تقيل يعني اللي ناسي ماتشنا مع غينيا هنا لا الحقيقة فرقة محترمة جدا وتعبتنا جدا 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 على أرضنا وسط جمهورنا في ساد القاهرة وبالتالي هتبقى موقعها صعبة نوعا ما بالإضافة طبعا لماتش ملاوي لغاية لما ترجع مرة تانية في النهاية أعتقد في نهاية بقى يعني شهر ستة يمكن أو شهر سبعة هتستقبل منتخب إثيوبيا هنا في الجولة الأخيرة عشان كده مهمة جدا التلات نقاط دي وبعدها نفكر في الجولتين اللي جايين بعد كده سواء كنا منتكلم على مواجهة ملاوي بر الأرض اللي هتتلعب إن شاء الله يوم 28 أو حتى مواجهة غينيا خارج الأرض أيضا ودي الحقيقة يمكن هتكون أصعب مواجهات المتبقية لمنتخب مصر في دور المجموعة بالنسبة لفريق نادي الأهلي خليني أطمنكم إنه بكرة إن شاء الله أنتم عارفين طبعا أنه أغلب لعبتنا بحكم الأجندة الدولية موجودة مع منتخبات مصر الأول والأوليمبي أو حتى مع منتخباتها زي معلول وبرسيتاو وقاليو تزانج مع تونس ومالي وجنوب أفريقيا وبالتالي كان فترة قرر فيها ميستر كولر إنه ياخد أجازة سافر يوم السبت اللي فات ومن المقرر إن شاء الله بإذن الله إنه بداية من بكرة إن شاء الله حيرجع مرة تانية للقاهرة عشان يستأنف تدريباته واستعداداته لمواجهة الهلال السوداني أم 31 بشكل رسمي ونهائي هيكون فيه 50 ألف متفرج مش فاكر إمتى أخر مرة الحقيقة دخل استدل القاهرة 50 ألف متفرج بعيدا عن مطشط منتخب مصر أنا بكلم على أندية المصرية شفنا جباهير مصرية كتير في مناسبات برى الحدود مدرجات ممتلعة لكن مش شفناش ده عندنا ونتمنى إن شاء الله أنها تكون رسالة للجميع يعني طبعا مهم جدا أن المسندة الجمهارية في مباراة زي مباراة الأهلي والهلال وأعتقد أن الجمهور اللي حضر هيكون ليه دور كبير جدا لكن الأهم من ده كمان رسالة بتقول أنه عودة الجمهير للمدرجات مرة تانية ما هي الشيء مستحيل والصورة والشكل اللي هيقدمه جمهير النادي الأهلي في المباراة دي أعتقد أنها تكون رسالة واضحة لجميع أنه جمهير أو مدرجات جاهزة لاستقبال الجمهير بعدات كبيرة مرة تانية ترجمة نانسي قنقر